اتكلموش اللي على حاجة واحدة هو اختصاب السلطات ودبح الاطفال اختصاب السلطات ودعا. دلوقتي فيه تقارير مؤخرا تلاقي بتقول ان الكلام ده محصلش. اتمنى ان الموجودين على الارض يقدروا يجيبوا ادلة ان الكلام ده مش حقيقي. اه لان انا هنا هو بعيد عن الكلام ده هو تانا زي زيكم بتخرج على الفيسبوك وبتاع فان ده حتى مقدرش اطلع. لكن لا انا بتكلم عليه النهار ده ان في معركة تانية خالص بتحصل في الاعلام الامريكي دلوقتي نحن لازم يبقى واخدين بالها مننا. لأسرى. طبعا في ناس طبعا يقول لكم مش مشكلة بضع. لا. بره مهم. لان لو كان لو تفتكروا لما من كم شهر او السلطات لما كان حصله جمبشة على غزة. التضامن العالم اللي كان مفاجئ لناس كتير جدا. فخلى اصل مدة الهجوم ديت وخلى منظر اسرائيل وحش جدا. ناس كتير جدا طلبت مني تحليل شخصية بعد اللقاء الرائع اللي عمله. اللي خلى ناس كتير جدا في الغرب يعرفوا ان البروباجندة اللي بتتعمل عندهم كاذبة تماما. كان في لقاء رائع بين بيرس مورجان وده مزيع معروف جدا في الغرب في برنامج امريكي. كان مع الاعلامي باسم يوسف. باسم يوسف اتكلم بطريقة رائعة. يمكن هو ابتدى يستخدم الكوميديا السوداء وهو بيتعامل مع بيرس مورجان. ان دي الطريقة اللي بيفهموها الغرب. وزي ما اتفقنا يا جماعة الحرب اللي موجودة دلوقتي فكرة ان انت تعتقد ان فلسطين هتنتصر حربيا كاسلحة ده للأسف في منتهى السزاجة. لان فلسطين بتحارب الكيان الغاصب وبتحارب انجلترا وبتحارب امريكا وبتحارب فرنسا. ده غير ان ممنوع اي امدادات تروح لهم اصلا. والفكر المسيطر هناك بناء على البروباجندا اللي بتتعمل ان حماس طفان الاقصى اربعين طفل هناك. قطعت رؤوسهم تحديدا. وده اللي الناس مصدقة هناك. علشان كده فيه ناس كتير. احنا عارفين ان هما شخصياتهم محترمة زي مثلا زاروك. ولكن هو واقف مع الكيان الغاصب. بسبب ايه بسبب البروباجندا اللي موجودة. الناس دي مش هتتفرج على قناة الجزيرة. الناس دي هتتفرج على سي انان. بيرس مورجان معروف انه من المزيعين اللي عنده القدرة على انه يسأل اسئلة تزنق اي شخص. ودايما بيكسب في اي حوار بيعمله مع اي شخص. ولكن لما تقابل مع باسم يوسف الوضع كان مختلف. مبارح كنت عملت فيديو عن محمد صلاح. طبعا كل الناس شافت الفيديو بتاع محمد صلاح. لغة الجسد بتاعته كانت ضعيفة جدا. تحس ان هو مجبور او حد غصبه ان هو يتكلم. ولكن الفكرة من الزكاء يكون في مواجهة مع شخص او مع كيان ان انت تبقى فاهم قدراتك وعارف ازاي ان انت تكسب الحرب دي. فبغض النظر احنا طيقينه ولا لأ صوته لما هيطلع قدام الناس كل ده بينفي البروباجندا اللي عماله تتعمل وبتثبت ان طفان الاقصى او حماس هو كيان ارهابي. وده اللي حصل في اللقاء اللي بين بيرس مورجان وباسم يوسف. اول حاجة سألوا عليها الاطفال. وتكلمنا قبل كده. يمكن ده انا قلته في القناة التانية. ان لما الجمهور طلب صور للاطفال دي. قالوا لهم احنا ما عندناش صور حاليا ولما الجمهور ضغط عليهم جامد ردوا عليهم بعد يومين. وجابوا صورة لاطفال بالمنظر ده. وناس كتيرة جدا ديفولوبر اكدت ان الصورة دي معمولة بالزكاء الاصطناعي. لان ما فيش حاجة حصلت زي كده. ولكن في الغرب هم مصدقين ده. النهاردة ان شاء الله هنشوف الردود اللي كان بيرضها باسم يوسف. نفس الوقت هنحلل شخصية باسم يوسف وشخصية بيرس مورجان. عشان نبقى فاهمين ايه الشخصيات اللي تنفع في الحوار واي حوار علشان انت تنتصر فيه او تقذف جبهة اللي قدامك زي الناس بتحب تقول. ايه الصفات اللي المفروض تكون متوفرة فيك. الرد الطبيعي لأي شخص لما هيتسئل على حاجة زي كده هيكون رده لا الكلام ده ما حصلش هاتلي اثبتات هاتلي مش عارف ايه وهيكون الرد دايما بالنفي. ولكن باسم يوسف رد ازاي شفتوا الطريقة اللي جاوب بيها باسم يوسف كانت عاملة ازاي ابتدى يجاوبوا بطريقة سخرية. وهنا بقى احنا نقدر نتكلم عن الشخص العاطفي والشخص العملي. معظم الشعوب العربية هي شعوب عاطفية. لان احنا بطبعتنا اشخاص متدينين سواء مسلمين او مسيحيين. وده مخلينا ان احنا ناس عاطفيين. بنقدر الحياة الانسانية بنقدر الاشخاص. بغض النظر عن طبعا فينا كويس وفينا وحش وفينا خوانة. ولكن تتسئل سؤال زي ده. لو انت كنت شخص عاطفي لا اراضي هتلاقي نفسك بتنفي. طيب باسم يوسف في علم الفراسة وهو تحليل الشخصية من خلال ملامح الوجه. الوجه اللي قدامي ده يصنف الوجه المربع. الوجه المربع من صفاته الحسم والحزم والحاجات دي كلها. ولكن الوجه المربع هو شخص عملي. هو شخص خالي من المشاعر. كمان لو بصيت على العين بتاعته هتلاقي لونها باهت او لونها فاتح. النوع ده من الناس برضو بيكون خالي من المشاعر او بارد المشاعر في التعامل. فهو خد السؤال ببرود رهيب وابتدى يرد بالكوميديا الساخرة زي ما شفته. حتى بيرس مورجن نفسه دحك من رد الفعل بتاعه. هي دي الطريقة اللي بيفهمها الغرب. احنا لازم نفهم يا جماعة النقطة دي. الوضع اللي احنا فيه مش هيتحل غير بالطريقة دي. يعني في ناس كتير جدا ممكن يصدق ان هو كان عايز يقتل مراته فعلا زي ما هو بيقول. لا دي اسمها كوميديا ساخرة. عايز يوصل لمراته ومش عارف بسبب الدروع البشرية. مش هما اللي بيقولوا كده بيقولوا ان حماس عامل الاطفال حتى الاطفال اللي في غزة عاملينهم دروع بشرية عشان لما نيجي نضربهم الاطفال. هو بيتكلم بالطريقة دي. ودي اسمها دارك كوميدي او الكوميديا السوداء. وهنا باسم يوسف ابتدى يوري له فورقة كده الضحايا اللي موجودين في فلسطين واللي موجودين في الكيان الغاصب. وابتدى يعمل مقارنة. خلينا نشوف مع بعض اتكلم مع ازاي. cuando you look to at this graph, this isował this is the death of israelis and palestinians. It's changed from a year to a year. It's fluctuating like crypto. So what is the going rate today for human life. It was great for like human lives for a estate for and there were 2329 palestinians killed. That's one israeli for est Egypt is a very good exchange rate. So you guys will شايفين الرد هو حول المجزرة اللي بتحصل اللي اي شخص عاطفي هيبقى زعلان وحزين وهيقعد ينكر ويتخانق حولها لدعابة علشان هما يفهموا حولها لسعر صرف شخص من الكائن القاصب مقابل 27 فلسطين يعني باختصار شديد انتو مش بتشوفونا غير ان احنا ارقام مش بتشوفونا ان احنا بني قدمين او بشر طيب تعالوا نشوف بقى بيرس مورجان رد على السؤال ده ازاي او بالاحرى ازاي ان هو تهرب من الاجابة على السؤال ده وهنا بيرس مورجان سأل سؤال مضلل جدا وهو لو انت كنت اسرائيل كنت هتعمل ايه والرد بتاع باسم يوسف كان مفهم وهو ده المقر في المحاورة هو فعلا رزعها له فعلا قصف جابعة زي ما بالناس بتقول طيب ايه اللي ممكن يكون في باسم يوسف يخليه يعمل كده الناس اللي مهتمية بعلم الفراسة عارفين كويس جدا الملمح اللي في الوجه اللي بيدل على صفة المكر وهو ان الحاجب بيكون قصير من هنا الحاجب بتاع البني ادم العادي بدايته بتكون من بداية العين انما لو كان الحاجب واسع شوية يعني الجزء اللي هنا ده فاضي اللي هو اللي انتوا شايفينه ده فاضي النوع ده من الناس بيتسم بصفة المكر والخداع الملمح اللي موجود في بيرس مورجان اللي يخليه اصلا يبقى مضلل تعالوا كده نبص على بيرس مورجان بص كده ركز معايا رقم واحد العين بتاعته طبعا عين مسلس ودي احنا كنا نتكلمنا عنها في فيديو قبل كده تفصيلي العين المسلس معناها ايه النوع ده من الناس باختصار شديد جدا بيكون شخص مات دي اذا الشخص اللي قدامي ده هو بيشتغل علشان الفلوس بالمناسبة اطار الواجه اللي انتوا شايفينه ده ايه اطار الواجه ده خليط بين المربع مستطيل اللي هو بيحب الشهرة ودايما بيوصل مناصب القوة او مناصب الواجهة الاجتماعية زي الممثلين زي الصحفيين وهكذا وخليط بين الواجه الدلو الواجه الدلو ده بيكون شخص وطني اي شخص وطني في الدنيا ممكن انه هو يزيف الحقائق علشان وطنيته ولكن عشان يقدر يعمل ده لازم يكون شخص مش مكار بقى ولا مخادع لا لازم يكون شخص مضلل صفة التضليل فين اتكلمنا عنها برضو قبل كده شايفين الخط اللي طالع من العين ده الخط اللي طالع من العين ده بس انصحك يا صديق العزيز لو مش فاهم او انا مش عارف اوصل المعلومة بشكل جيد يعني ايه خط طالع من العين ما تحكمش على اي شخص تشوفه وخلاص بالمنظر ده في فيديو انا كنت وضحت فيه الشخص المضلل بالتفصيل وجبتها من كتاب من كتب الفراسة هتلاقي الفيديو موجود في الاي اللي فوق دي يمكن الفيديو ده موجود في الانتساب لان في حاجات او صفات انا ما بحبش ان الناس العامة تشوفها لازم يكون شخص حابب علم الفراسة وحابب يعرف الصفات ويحلل الناس ودي الصفة اللي موجودة في الشخص اللي قدامه وهنا باسم يوسف سأل سؤال بقى رائع لو ما فيش حاجة اسمها حماس تخيل ان العالم بدون حماس العالم هيكون شكله عامل ازاي تعالوا ندي العالم ده اسم وقالك ان احنا هنسمي العالم ده الضفة الغربية حماس مش موجودة هناك هي موجودة في الضفة الشرقية وانتو مشكلتكو في حماس طيب تعالوا نتخيل عالم بدون حماس موجود فعلا الضفة الغربية طب انتو محتلينها ليه؟ وبعدها باسم يوسف اتكلم في حتة رهيبة وهي اوكرانيا وروسيا وتكلم في نقطة يمكن ناس كتيرة جدا تخفل عنها عجبتني ايه بصراحة هو اتكلم كان الغاصب بيقول احنا حذرناهم قبل ما نضرب فرح رابطها بنفس الطريقة وبرضو بيتكلم بالكوميديا الساخرة روسيا لو كانت حذرت اوكرانيا قبل الضرب كانت روسيا محدش زعل منها وكانت هتبقى صح جدا في اللي هي عملته بيقارن بطريقة فيها سخرية بين الوضع في فلسطين والوضع في اوكرانيا بيقارن بطريقة قرار بيرس مورجان لما لقيه انه لا يعرف انه يتحور مع باسم يوسف وعرف انه مضلل فهنا قرر انه يجزب على باسم يوسف قدام الاعلام كله وهنا كان رد باسم يوسف فان اللي حصل ده هو بيعمل بروباجاندا وبالتالي انت بتزرع فكرة ان فلسطين هي الشر والكان الغصوصي وهو الخير فبالتالي الناس لا اراضي هتتقبل فكرة ان الخير يعمل اي حاجة في الشر واي شخص عاطفي لا اراضي بينصاق للسكة دي اللي متابع عن المصارعة الحرة هتلاقي دايما المصارعة الحرة دي طبعا سيناريوهات دايما لما بيكون في خصمين قدام بعض وليكن مثلا جون سينا ضد مثلا واحد زي زميز زميز دايما اللي هو في معظم الاوقات الشخصية الشريرة فانت لا اراضي اي حاجة هيعملها جون سينا في زميز هتقعد تسقف هي دي الفكرة اللي هم حاولوا يعملوها او حاولوا يزرعوها في رؤوس الناس او في رؤوس الشعوب الغربية علشان يتقبلوا اي حاجة ولكن انا هوريكو دلوقتي بيرس مورجان انه كذب في هزا اللقاء وهوريكو الملمح اللي في الواجه اللي بيدل على الكذب كصفة موجودة في الشخص ده للأسف علشان كده هو يعتبر محاور جيد عندهم عرفتوا انه كذاب طيب خلونا نطلع الملمح اللي في الواجه اللي بيدل على حاجة زي كده بصوا مادئيا اي شخص الفم بتاعه مش عريض النوع ده من الناس مش كذاب لا بيتكلم من عقله مش من قلبه يعني بيفكر كويس قوي في الكلمة قبل ما بيقولها يعني شخص غير عفوي ودي حاجة مش وحش على فكرة ده بالعكس النوعية دي من الناس بتكون لبقة جدا ولكن لو كان الحاجب باهت بالمنظر ده الحاجب كله باهت ولو كان تحديدا الحاجب قريب جدا من طرف العين بصوا شكل الحاجب الحاجب عامل كده وهنا قريب جدا من العين او بمعنى اصح هو محمل على طرف العين جزء من الحاجب اللي في الاخر ده ليه علاقة بالتواصل مع الناس الحاجب في العموم في علم الفراسة بيدل على ايه بيدل على مشاعرك تجاه الناس وانت شايف مشاعر الناس تجاهك عاملة ازاي الجزء الاخير في الحاجب بيدل على طريقة التواصل بتاعتك بينك وبين الناس لو كان الحاجب قريب جدا من طرف العين لدرجة انه محمل على طرف العين الخارجي النوع ده من الناس دايما بيستخدم الكذب في التواصل مع الناس وانتو لو ملاحظين انا مجمع كذا ملمح في الواجه علشان اقدر استنتج الكذب يعني نقطة الحاجب ونقطة التضليل ونقطة الفم اللي هو الصغير وكمان لو ركزته معايا هتلاقوا ان الانف بتاعته وغدا ميلان كده بصوا شايفين شكلها عامل ازاي ميلة عاملة ازاي ميلة وغدا الاتجاه ده النوع ده من الناس بيفكر دايما في الفلوس واصلا العين دي تعتبر اللي هي العين المسلس برضو العين المسلس من الحاجات اللي بتدل على ان الشخص بيكون مدي ممكن يدوس على اي حد علشان الفلوس والواجه ده اصلا اطار الواجه اصلا مربع مستطيل ونوع ده من الناس بيهتم بالفلوس مجموع الملامح دي كده لما تتجمع الشخص ده اهم حاجة عنده الفلوس فبالتالي هو ممكن يعمل اي حاجة رغم انه هو شخص وطني لان احنا قلنا الوجه بتاعه يصنف وجه دلو كمان مع المربع مستطيل احنا اتكلمنا قبل كده الفك لما يكون قريب جدا من الدقن النوع ده من الناس او ده من الصفات الاساسية في الوجه الدلو ده غير طبعا النوعية ده من الناس بتكون كثيرة الاطلاع وطبعا الشخص اللي قدامي ده شخص مصقف جدا ولكن بغض النظر عن الكلام ده كله باسم يوسف عجبني جدا هو لقاء كله الصراحة يعجب اي حد بصراحة بغض النظر عن شوية الالفاظ اللي قلغة لكن هو كان منفعلي ولكن هو حب يقول حاجة كده بحيث انه يشبه داعش اللي هم عملين يتكلموا عليها باستمرار بالكيان الغاصب سؤال بسيط جدا انتو دلوقتي ايه اللي انتو عايزينه ايه اللي انتو مستنينه عمالين تقصفو 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 طيب انتو مستنين ايه اللي هييحصل بالظبط ايه اللي انتو مستنينه عمالين تقصفو 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 انتو مستنينه عمالين تقصفو 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 و هذا ما شه天اء تقصفو 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 وتقصفو تقصفو لتتقصفو تقصفو على حكومة ولا عايز يعمل عمليات إرهابية أو يغير من رأي الجمهور بالعافية كنوع من الإرهاب بيضغط على المدنيين علشان يكبروا الحكومات على اللي هم عايزينه صراحة أنا أحيي باسم يوسف على اللقاء الرائع وعلى طريقته في المكر والخداع في توصيل المعلومة وما قالش أي حاجة مش حقيقية خالص وهو ده الفرق يا جماعة بين الشخص العاطفي والشخص العملي الشخص العاطفي ممكن يكون كويس جدا في التعامل معاك ولكن الشخص العملي المفروض أن النوعية دي من الناس بتتحطف أماكن لا دخل للعاطفة بيها لأن العاطفة في الأشياء اللي زي دي ما تنفعش لازم يكون عندك شخص عملي والعملية هنا في المواقف اللي زي دي تصنف زكاء واللي أسف كده الفيديو خلص يا ربي كل الفيديو عجبك ولو عجبك الفيديو بقى ما تنساش أن أنت تعمل لايك وما تنساش أن أنت تشترك في القناة واتفعل زرار الجرس وقلولي إيه رأيكم في التعليقات عن اللقاء ده وهل أنت شايف أن الطريقة اللي عملها باسم يوسف كانت من وجهة نظرك قبل ما تتفرج على الفيديو ده كانت صح ولا غلط وبعد ما تفرجت على الفيديو ده كان رأيك إيه واكتبولي برضو في التعليقات عن أي ناس أنتوا حابين أن نحن نحللها في الفترات القادمة السلام عليكم